بداية عام دراسي جديد ليس كسابقه من العوام بوجود فيروس كورونا فلا بد من تطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية منه إذ بأشرت مجموعة والعميد التعليمية باتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لحماية متعلمها وإكمال مسيرتهم الدراسية زرنا مدرسة الساقي الأهلية التابع العتب العباسي ووجدنا بأنها ملتزمة التزاماً باللبس الكمامات والتعفير في المدرسة وكذلك وجدنا أن هناك التزامات بغلق الحانوت المدرسي ووجدنا هناك في داخل الصفوف الصبورة الإلكترونية والكاميرات وهناك تواصل اجتماعي على برنامج FCC مع أولياء أمور التلاميذ لتكملة المنهج الدراسي شرعت مجموعة مدارسة بالفضل العباسة ومجموعة العميد التعليمية بالعام الدراسي الجديد التبار من بداية هذا الأسبوع والكوادر استنفذت كل طاقتها وإدارة المدارس لتوفير كل ما يكون توفيره لحماية أبناء التلاميذ ومراعات التباعد الاجتماعي ووجود المعاقمات وفضت كل ما أوصل به خلية الأزمة وكذلك منظمة الصحة العالمية بيئة دراسية نموذجية حققتها المجموعة بكل مفاصلها من خلال مراعاتها عدد الطلاب في غرفة الصف الواحد وتحقيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات إلى جانب القيام بعملية التعفير والتعقيم في بداية الدوام ونهايته طبعاً اليوم بدينا العام الدراسي ومنتزمين بالوقاهم أنا بدينا نحد من فيروس كورونا وملت يعني صحيح من فيروس كورونا وجود بس إحنا ندرس ونجتهد على ما ننجح ونرفع على بلدنا عالي بدينا العام الدراسي الجديد بالالتزام بالكمامات ونجتهد حتى نرفع اسم بلدنا نبدأ في العام الدراسي الجديد وبذلك نحن منتزمين بالكمامات وبالتباعد الاجتماعي رسائل أطمئنان تبعثها مجموعة العميد التعليمية التابعة للعتبة العباسية المقدسة إلى أهالي متعلمها بتطبيقها الإجراءات الوقائية الصادر من خلية الأزمة ووزارة التربية لحماية التلاميذ والطلبة والمضي بالسنة الدراسية الجديدة